ينضم إلينا من أسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة سعدت العقيد أهلا بك معنا وزير الخارجية التركي أعلن رفض بلاده دخول عفرين لدعم المقاتلين الأكراد ولكن لا مانع من دخولها إذا كانت سيحارب النظام الأكراد كيف نفهم ذلك؟ السلام عليكم تحياتي لك ولي السادة المشاهدين طبعا التفاهمات الأخيرة التي تمت بين وحدات الحماية الكردية وجنحت البككي في عفرين مع قوات النظام عسكرية كما قال المتحدثون باسم الوحدات الكردية يعني فقط دعم عسكري لوقف عملية غصن الزيتون أو لمواجهتها هكذا يريد الأكراد أما بالنسبة للقوات التركية وقوات الجيش الحر التي تدخل في تلك المنطقة اليوم تتقدم على الأرض بدون أن تلتفت إلى هذه التفاهمات إلا من زاوية إذا كان هناك تفاهما دوليا أتوقع هذا ما أتوقعه والتفاهم الدولي يجب أن يشمل الولايات المتحدة اليوم وروسيا وأن تكون عفرين ومنبج تقريبا على مستوى واحد هو يعني قتال قوات الحماية الكردية وطردها من تلك المنطقة إذا كانت القوات الأسدية أو الميليشيات التي ستأتي إلى عفرين من أجل دعم القوات الكردية أتوقع بأن القوات التركية ستواجه هذا التدخل وسيكون هناك صراع في تلك المنطقة أما إذا دخلت من أجل طرد أو إحلال مكان القوات الكردية بتفاهمات معينة وخروجهم إلى منطقة العرب أو إلى شرق المنطقة الجزيرة فأتوقع بأن التفاهمات ستحل هذه المعضلة أما التفاصيل ما هي هذه القوات الشعبية التي ستدخل هل هي ميليشيات شيعية من نبول والزهراء درع الزهراء أو حزب الله أو غيرها ما هي طبيعتها القتالية ما هي مهمتها كل هذا سيتم التفاهمات عليها مستقبلا أتوقع والأيام القليلة القادمة ستشيء بما نسأل عنه اليوم طيب عقيدة عمد ترددت أنباء عن اتفاق بين الأكراد وقوات الأسد لدخول العفرين يعني لماذا لجأ الأكراد لمثل هذه الاتفاقيات مع النظام طبعا الأكراد ليسوا في حالة عداء مع هذا النظام وهناك اتفاقيات مشابهة في منطقة القامشلي وفي الحسكة وهناك خطوط حمر بين بعضهم في منطقة الجزيرة وهناك تعاون في حلب كان القوات الكردية أو الوحدات الكردية هي من ساعدتها قوات الأسد في حصار حلب هي منذ أول أيام غصن الزيتون سمحت قوات الأسد بدخول القوات الكردية من منطقة الجزيرة من حلب عبر ممراتها إلى منطقة عفرين إذن لا صراع بين قوات الأسد وقوات الحماية الكردية ولكن هناك بعض الإشكاليات كما قالوا المتحدثين باسم القوات الكردية نحن اليوم بحاجة إلى اتفاق عسكري أما الاتفاقيات السياسية ستأتي لاحقا ونحن نعرف هذا بشكل جيد الكل يستهدفون الشعب السوري وحدته وكذلك الثورة السورية لا خلاف بينهم أبدا هناك اتفاقيات بينهم وبين علي مملوك في منطقة القامش لهناك المربع الأمني فقط للنظام والدوائر الحكومية للنظام وكذلك الحسكة وأما باقي المنطقة هي لوحدات الحماية الكردية من خلال هذه التطورات ما المتوقع من التطورات الميدانية في عفرين هل يمكن أن نشهد مواجهات بين القوات التركية ومليشيا الأسد في عفرين مثلا القوات الأسد إذا كانت تدخل ضمن اتفاقيات بينها وبين روسيا وفي تلك المنطقة فأتوقع بأن ستكون في منطقة عفرين وسيكون هناك هامش كبير للقوات التركية في محيط منطقة عفرين يعني مثلا منطقة آمنة أو ضمانات بعدم وجود الوحدات الكردية أو ما يشبهها وهذه الأحزاب في منطقة عفرين وأن يتم خروجها ويتم التأكد من ذلك يعني طبيعة القوات التي ستأتي الشعبية أو مهمة هذه القوات هي من سيكون هناك حالة عداء أو حالة خطوة تماث وانتهى العمر طيب هناك تصعيد في الغوطة الشرقية يعني لماذا هذا الصمت تجاه مع ما يحدث هناك مع سقوط عشرات الضحايا يوميا طبعا الصمت يعني هو من العالم بشكل كامل من الضامنين أولا وثانيا من جامعة الدول العربية وثالثا من الأمم المتحدة التي وقعت القرار 218 والقرار 2254 القاضيين بفك الحصار عن المناطق المحاصرة ومنها الغوطة الشرقية اليوم تم قصف المنطقة في غاز الكلور بالأمس خمسمائة قذيفة وصاروخ خلال عشر دقائق أوقعت مئة قتيل في بلدات الغوطة هناك قوات تتجهز من قوات الأسد وميليشيات حزب الله وكل هذه التجمعات التي تقتل الشعب السوري وأتوقع بدعم كامل روسي لأن من يقود هذه المعركة هو سهيل الحسن وهو من الموالين للروس أتوقع بأن المسألة في تلك المنطقة هي محرقة لهذا الشعب والكل لا يلتفت إلى مأساة الشعب السوري أين العالم عندما قصف الكلور والكيماوي والنبلم وكل أنواع الأسلحة ليس فقط على الغوطة على إدلب على الغوطة على قبلها على وادي بردة على كل المناطق دارية كل المناطق السورية اليوم في حكم الفاشلة وبحكم المحكوم عليها بالإعدام شكرا جزيلا لك كنت معنا من إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي العقيدة أحمد حمادة أشكرك جزيلا شكرا شكرا جزيلا لك